اكد سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الاول رئيس مجلس النواب نائب رئيس وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اعمال الجمعية العامة التاسعة والاربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي ان الدعوة الكريمة التي وجهها جلالة الملك المعظم لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط تعكس التزام مملكة البحرين العميق بالسلامة والعدالة واشر سلمان الى ان المملكة تؤكد دائما على ضرورة اقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية وهو ما يعد خطوة حيوية نحو تعزيز التفاهم والتعايش بين الشعوب جاء ذلك خلال كلمة القاها سعادة النائب عبد النبي سلمان امام الجمعية العامة التاسعة والاربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والتي تم خلالها ابراز الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في سبيل تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي الواردة في اعلان المنامة الذي جاء في إطار استضافة المملكة لأعمال الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والذي يرمز إلى الالتزام العميق بتحقيق التعايش السلمي وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان ونوها سلمان إلى أن كلمة مملكة البحرين التي ألقاها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين أبرزت رؤى ثاقبة تعكس فهما عميقا للتعقيدات العالمية المعاصرة وأنها تعد وثيقة مرجعية تثبت مكانة مملكة البحرين كمركز للسلام والدبلماسية وتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وبين النائب الأول رئيس مجلس النواب أنه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قيم السلام والتسامح قام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في شهر سبتمبر الماضي تهدف إلى بناء القدرات وتعزيز الأطر التشريعية والبرامج التعليمية والتدريبية قال سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول رئيس مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي إن أعضاء البرلمانات في دول العالم مطالبون بالتحرك الجاد من أجل الإسهام في حل الدولتين جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي ضمن أعمال الجمعية العامة التاسعة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي وفي مداخلة له خلال الاجتماع أوضح النائب عبد النبي سلمان أن هناك اعتراف دولي متزايد بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة ذات سيادة وعلينا الاعتراف أن هناك موافقة من أكثر من 153 دولة عضو في الأمم المتحدة إلى جانب القرارات الدولية المتعددة بشأن حل الدولتين وشدد سلمان على ضرورة إعادة الثقة للشعب الفلسطيني ليشعر بالأمان والثقة في المستقبل وفي بناء دولته المستقلة على أرضه